واخيرا نوزل التحويل اللي كنتم انتظرة من زمان للماكبوك برو هدلكم عليها لانه هتفيدك بشكل كبير كتير اذا كان انت عندك ماكبوك برو لهيك تابونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم عبد الرحمن بسماء انا بهذا الفيديو هيفتح معكم العلبة اللي وصلتني حاليا اللي هي التحويلة اللي جديدة للماكبوك برو اللي ما بيعرف الماكبوك لما نزل النسخة اللي جديدة منه نزلت ما فيا صار فيا بس عندك فتحتين هون فتحتين تايب سي وعندك بالجنب التاني فتحتين تايب سي هاي اللي عنده تتشبار بينما النسخة العادية ما فيا الا غير فتحة واحدة فهي النوطة عملت كتير مشاكل لبعض الاشخاص لانه في كتير اشخاص ما فيك هنا بالماكبوك ما فيك تحط وصلة يو اس بي لهيك لازم تشتري تحويلة وهالتحويلة الرسمية من شركة قبل غالية كتير كتير فلهيك ما بنصح كتير انها تشتريها من شركة قبل بنصح كتير بهي لطعة لانه رخيصة اول شي وتاني شي بتوفر لك كتير شغلات اول شي هتشوف على وجه العلبة انه كابيل لك انه فيا تحويلة لتنين يو اس بي وعندك واحدة للمايكرو اس دي او للاس دي وعندك فتحة واحدة يو اس بي تايب سي وعندك فتحة واحدة هاي فتحة يعني خارقة كتير اذا بدك تنقل ملفات منها تنقل بسرعة كتير كبيرة وعندك فتحة اس دي وهلأ نيجي نفتح نواجيكم ياهن من جوه هتلاقي العلبة فيا التغليف تبع حتى التغليف كتير رائع بتجي بتفتحها هتلاقي عندك الهالبة هاي اذا بترفعها هتلاقي عندك تحت الكتب فيا التعليمات اللي بدك كيها انت تعملون وتحت عندك هاي متل شنطة زي بدك تحط فيها زي بدك تحطها فيها تطلق هذول على جنب ونجي بنجربها هلا هي اول شي كل ما عليك انها تفتحها فهي اول انطباع هتلاقي او هتشوفو عنا كتير ملمسة كتير رائع متل ملمس الماكبوك حتى تشوف ان كاتبلا كيها انه هي مصنوعة من الالمونيوم وعندك هون فتحتين يو اس بي متل ما أرينا وعندك هون فتحت وعندك مايكرو اس دي وعندك فتحتين يو اس بي طايب سي وهون هي الفتحة كتير خارقة مثل ما لتلكون إذا انت أنت تنقل الملفات هرجون سمك تبعه أو كداش حجمها عزا بدك تقارنها بين الايفون واللا وجه ونراجيون هزا كانت هاي هي مع القارنة عنها بالايفونแลة huge مع الطول اي فون اكس متون ما شايفين حجمها كتير صغير بينوا وبين الايفون كتير قليل حتى السمك هتلاقي كتير قليل بينها وبين الايفون أو بينها وبين الماكبوك لحتى إذا حطيتها ما تحس أبدا بالسمك فيها الحجم تبعها هيك شايفين كيف؟ هذا هو الحجم تبعها بالنسبة للماك كتير كأنه خفيف كتير إذا بتأغلقه تلاقي إنه الحجم تبعه من ناسقة كتير مع الماكبوك فهذا هو كان شرحنا عن الأطعاء الجديدة مثل ما قلت لكم بنصح فيها كتير لأنه في كتير أطعاء هتلاقي مثلا بتشبهها بس هي الأطعاء الجودة تبعها والكفاءة تبعها والحتى التحويلات اللي فيها هتفيدك بشكل كامل ما هتحتاج أي شيء تاني طالما أنت اشتريت الماكبوك برو بهيك بكون انتهى الفيديو طبعا لا تنسى تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة ليوصلك كل جديد عنا بشكل سريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة